نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها ناجحة لإحباط أحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بأحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجية الغربية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة وهاتف للاتصال بالقمر الصناعي وعربة لاند كروز بالإضافة إلى القبض على فردين من العنصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإسرار والتصدي للمهربين والعنصر الإجرامية التي تستهدف النيلة من مقدرات الوطن